السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة يوميس أم ليليا اليوم غادي نحضر معاكم هذا الكونفيسيور اللي كي وجد بورسقة وحدة وحامضة وحدة كي توجد هذه الكمية الكبيرة عندي هنا تقريبا نخرج لي كيلو ديال الكونفيسيور كما كتشوفوه سخونة وحامضة وليمونة وحامضة بطريقة سهلة ومعتمدة بسم الله على بركة الله لدي هنا بورسقة ليمونة وحامضة اللي بيتهم ليليا كاملة في الموج منيض هذا سوف نحكم في الحكاكة الخضرة عندنا ترجعها من سوسطة لا أريد أن نحكم تجارة أغلادها وجدوا لي غلبة ليلي باس لا أعود لكم بس حقيقي الليمون كان بيت في الموج منيض يتكلمها في الحكاكة ألوان يوجد لديه لا أريده لدينا تقريبا للأغرفة موجودة اجنبها أنت من الموجودة أيضا يوجد الموجودة ليستصمم سوف نكمل اليمونة في الحكاكة سوف نبشرها ومن بعد سوف نأخذ الحمضة سوف نبشر الحمضة سوف نبشر الحمضة سوف نكمل بنفس الطريقة سوف نحضر الحمضة ينبشر الحمضة سوف نضع حمضة سوف نضع الحمضة حتى تشعر الحمضة لن نضع الحمضة احسن تدري طنجرة اولا الكوكو تنيس ولكن ما تسديهاش نتخليها هلولا هل ناخذ واحدة لا تر ايه اللاروب دي الماء ايطر العروب هنزيده على هادا الخالط اللي عندي هنا وغنزيد عليهم 800 جرام دي السانيدة سكر سانيدة السانيدة كما قلنا سوف نوضعهم فوق النار تكون مجهده ومن بعد غنزيد نقصها العفيرة غنزيدها مجهده حتى تطلع الغلية في الطنجرة عادة بش غنزيد نقصها واحد شوية وغدي نخليها الطيب مدة دي الساعة قريبا عادة بش غنزيدها كنتمنى تجربوا هاد الكمفيت يخرى غدي عجبكم بزاف وغدي عجب حتى وليداتكم وماتبخلوش هلية بالتعليقات ديالكم وحتى اللي لايك بالتعليقات وفى شوية ذي التمره مع تلج الليمون تلج ولكن راكي جلديد بزاف وش حاجة مصيبها بيدك في دارك يعني كتاكلي هونتا مغمضة عينك كنحيدة دا الرغو اللي كتطلع عندي في الجناب تنحيدة باش ما يفسدش اليا الكمفيتين باش يبقى مودة طويلة ما يخسرش نضع الكمبيسير نضع الكمبيسير نضع اضافة نضع الكمبيسير اضافة انا طفيت عليه صافي يبرد شفيه وغادي نرجع ليه لكم في تغل عندي بقي سخون ولكن عندي القرع عادي الزج مشي مشكل غادي نبدأ نفرغ فيهم خرج لي وحد هاد القرع كبيرة يعني خرجيه كمية ولا بأس بيع هاد القرع كبيرة وقرع أخر صغيرة هذا هو إكتصار جدا كمية الكميه اللي خرجيه الكميه اللي بتاذهيها كما قد تشوف ، إن شكرا قرع كبيرة وقرع صغيرة مهم بقي عندي هنا سخون يعني بقي جاري مازل مقبتشفرأوا شاهدو اشجاع النتيجه يبرد تماماً مكيبقاش سخون سخون اعطينا النتيجة يعني النتيجة اللي نحصل عليها ونطلقوا فيديو اخر ان شاء الله سلام عليكم